موسيقى السلام عليكم بردكم صح وخير النهاردة معنا شرح يجيل جدا شرح تطبيقات الجود لوك طبعا دي هتكون اخر حلقة او اخر فيديو في سلسلة شرحات تطبيقات الجود لوك لانها هتكون طويلة شوية وهشرح لكم اربع تطبيقات موجودة على تطبيق الجود لوك في كل التفاصيل لو انت اول مرة تشوفني فانا عملت سلسلة شرح تطبيقات الجود لوك وازاي تقدر تثبتها على اي جهاز سامسونج بدون اي اخطاء وبدون اي مشاكل لو انت عاوز تشوف السلسلة دي او عاوز تخش عليها وتثبت التطبيق اللي يعجبك انا سايب لك هاشتاج هتشوفه في عنوان الفيديو او عنوان الوصف اصلي حطولك في الديسكريبشن يعني الهاشتاج هتضغط عليه اول ما هتضغط عليه هيزهر لك بكل الفيديوهات اللي انا عملتها عن تطبيقات الجود لوك فده الفيديو النهائي يعني اللي هيكون فيه جميع تطبيقات الجود لوك في تطبيقات انا ما شرحتهاش لانها انت مش هتحتاجها او مش محتاجة شرح ولكن انت نفتحت تطبيق الجود لوك هتقدر تحمل اي تطبيق وتجربه ولكن للاسف ما فيهوش تطبيقات بتدعم اللغة العربية كلها بالانجليزي طيب اول حاجة هنبدأ باول تطبيق هو الكيس كافي اه طبعا يا شباب التطبيق ده رهيب جدا من ناحية كل حاجة طيب التطبيق ده بيعمل ايه لو ضغطنا عليه مسلا فتحناها كده طبعا التطبيقات دي الاربع تطبيقات اللي انتو شايفين قدامكم هي تطبيقات اللي تقدر تفتحها من الوجه الرئاسي او من القائمة التطبيقات هتلاعمل تثبتها عادي جدا بتفتح الخيار ده او ما هتفتحه كده هتلاقي هنا بالشكل ده ان الكيبورد بيعت ملونة او الكيبورد فيها الوان طيب بتخصص زي الكيبورد عندك هنا الوان مخصصة لان ينفع تخصص فيها الكيبورد بعشكال مختلفة عندك هنا بامكانك تختار شكل بتاع الازرار او الانبساق او الدايرة اللي حوالين الكيبورد والزاد في الوضع الليلي بيكون شكلها جميل جدا وبشكل روعة عندك هنا هنا اصوات الكيبورد اصوات الطب طبع للكيبورد لما دي تدوس على زرار الكيبورد بيطلع صوت فانت بامكانك تغير الاصوات اللي بيطلعها الكيبورد من الخيار ده فالصراحة الكيبورد دي شاملة وحاجة جميلة جدا وبامكانك كمان تلعب يعني تختبر نفسك في اه حوار اه سرعة الكتابة ودي حاجة جميلة جدا ولعبة مسلية ولعبة جميلة التطبيق التاني اللي معنا هو تطبيق شرحت على قناتي بشكل كامل او نصف كامل ولكن التطبيق ده هو تطبيق عبارة عن صنع ثمات لأي حاجة نتعاوزها مثلا ثمات للوجهة دي مسلا او ثمات للكيبورد او ثمات للكيبورد او او بتاعت الشاشة تمام او يا شباب تختاروا مسلا الصوت بامكانك تعلو طوات الصوت او تختار له لون معين زي اللون ده مسلا تختار له اللون تغير اللون اللي انت عاوله فتطبيق ثم باركة هو تطبيق جميل جدا التطبيق ده غني عن التعريف وهيليحك لو انت هترفونك كبيرة او شاشة كبيرة من الرجوع للخلف يعني ما كان ما ترجع من تحت لا انت هترجع لورا كده ولو رفعت كده شوية بتشوف التطبيقات اللي موجودة في الخلفية بالشكل ده ولو رجعت كده بترجع لورا ودي حاجة جميلة جدا بالنسبة للناس اللي مش بتوصل لده لتحت فانا رايح تلك المسافة بتفتح كده التطبيق بالشكل ده وبتعمله تشغيل وبتلاقي التطبيق هو الوحيد المعرب يعتبر يعني اللي تقدر تخصصه وتخصص الحجم بتاع الشاشة او حجم السحب من هنا من يمين والشمال وصراحة تطبيق جميل جدا وتطبيق الصراحة انا انصح باي حد يحمله طبعا عندك هنا ضبط الايمات بمكانك تضبط الايمات اللي انت عاوزها تطبيق هو من التطبيقات البرضو المعربة عشان مدعومها في جوجل بلاي اه وطبعا التطبيقات التانية برضو مدعوم في جوجل بلاي عشان كده هو مدعوم في اللغة العربية طبعا عندك هنا تخصيص لوحة الصوت بيمكنك تخصصها زي ما قلت لك ومستويات صوت الفردي والكلام ده بيمكنك تخصص ايه لازم او الصوت المساعد آآ لازمته ان هو بيخصص لك شوية حاجات كتيرة منها انك تقدر تتحكم في الصوت لوحده او من المفرد او بيمكنك تشوف البيز هنا والصوت العالي وحاجات جميلة جدا الصراحة بيخصصها لك آآ التطبيق ده جميل جدا وانصح بتحميله طيب آآ انا كده يكون نصوت نهاية الفيديو لا لسه مصوتش نهاية الفيديو علشان عايز اقول لك يا بطل انت كده يكون نصوت نهاية الفيديو صباح الفور فلو عجبك الفيديو كده ننساش اشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وما تنساش تبص بص على القناة والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر